ودي لجزء الأخير من برنامج مشاهير وضيفنا الفنين أمير ياسبك اللي مع كل إصدار في طني ورنة هل قد بيعرف يلفت الانتباه مع كل عمل بيصدره وهو من النجوم العصاميين اللي عاملوا نفسهم بنفسهم وقدر يستمر بلا دعم حقيقي طوال مسيرته أهلا وسهلا فيك بسيديو مشاهير أمير أنت تأخرت لتوصل لعنا كان عندك موعد مهم تخبرنا وين كنت كان عندي مش موعد أنا بسميه هيدا لقاء شوف حالي فيه كيف أنا بستعد أقوله قدام العالم كله أنا كنت في وزارة الدفاع عند قائد الجيش ليه ماد جوزيف عون والله وبغض النظر أنه هو إنسان قبل ما يكون القائد أنا بحترم عائلته بحترم بيته وأنا مش من النوع اللي بصاحب أشخاص لأنه على ردبتها أو عنجومة أو لأنه قائد أنا بحبه لأنه هو ابن بيت وقائد حافظ ومحافظ لحد اللحظة على هالمؤسسة ما احترامي أنا يلي بيحترم كل قيادات الأجزاء الأمنية بس القائد جوزيف عون دائما بدي تشوفه بطل على أهله على ولدته تربطني مع حبة شخصية بغض النظر عن حبتي للمؤسسة العسكرية اللي بيعتبرها بيتي وبقول أنا إن شاء الله الحلم اللي براسي وبراسي الشعب اللبناني إنه يتحقق وبس بالنسبة لأيلي عنيعت الشخصية أنا بقول أتمنى أتمنى وأتمنى جوزيف عون بحفظ الألقاب نشوفه بالتأم والكرافات فخيمة الرئيس أمير ياثبك أهلا وسهلا فيك مرحب فيك معنا بالستيديو مشاهيد أول شي رجعت من كندا وبعدك أخذ قرار اللي كاميون بس بعني مش مبرمج بتشكركم بلكم المفاقين نحنا نتشكر وبحاجة لحيك برامج معظومة والناس اللي عادي ببيوتها الله يساعدها اللي عنده تلفزيون أريد لكم اشتقنا لكم اشتقنا الحفلات اشتقنا المهرجانات ما تعصبوا كثير الفرج قاتن إن شاء الله بس شفناك بكندا عم تصور كتير فيديوز عم بتقارن المعيشة بين لبنان وكندا إنه عم عابب بنزين إيه كنت عم تقول إنه بكندا الحياة أسهل وأحلام أكيد أنا كتابت جملي وبشكر كندا تانكيو كندا أنا لبناني بأمتياز واللي بقلبي عراص لساني وبقرأ خلوني ينشروني على الهواء ما حنتقل إنه لما تكون أنت في دولة بتحترمك مثل كندا أو بغض النظر أغلب الناس وأغلب الدول صاروا اللي صاروا أحلى منا أكيد أنا بأسف علي اللي نحن أجمل بلد نحن ستيديو مش حاليك للشارك ستيديو لكل الكون دمرنا بإيدنا مش نحنا إذا بدك نسبة الشعب نحنا بتوازي نسبة الزعماء والسياسيين هالأنظمة المرتبة اللي بتحافظ على الطفل وعلى كرامة المواطن هايدي بلدان حضرية نحنا كان عنا بس العصر الدهبي بالستينات ولبنان توفى من وقتها وما بقى نضحك عبار 18 الله ما بيمشي الحال صلى واحد ما في عنا رأس للأسف عنا كذا رأس بهالبلد والمنيع عم بتدور عم بروحوا بظهر لوحيش عقبال يا رب عقبال مش استعمار فرنسي هنا ما اسمه استعمار كانت حضارة فرنسية في لبنان يجي لعنا دولة بغض النظر مما كانت تكون اتنظمنا وتزبطنا أمورنا لأنه نحنا مش قدرين نزبط أمورنا وهلأ منحكي بالسياء الحلقة ينتقدو يعملوا البدنيا بدنا رأس واحد أنا ما بيهمني إذا ما قدرنا نسيطر على حالنا إذا ما كان في رأس واحد حاكم للبلد شف لي أي بلد ناجح ما في إلا شخص واحد هيدا الخليج العربي وين بأمريكا عندك مجلس الشيوخ بأمريكا وين بأوروبا بس عندك رجل مصنف لمسيحي ولا مثلي ولا درزي بدون طوايف زوكا فئة عالية يحكم البلد البلد بيزبط إن شاء الله دي ما تنتقد السياسيين ما بنتقد أنا ما بنتقد حدا أنا كل إنسان عنده جمهوره تب برأيك في أمل في أمل من هالبلد يعني هذا الموجود تفاعلوا بالخير تجدوه أنا إنسان لبناني وبقي مصر على لبنانيتي بس عندي عطب وزعل مني من عائلتي وجر من الشعب من الناس على اللي وصلنا له نحن السبب مبروك أغنيتك الجديدة ليلة قلبي وقلبك لأهدايتها لكل متزوجين خبرنا عن هالعمل عمل كان بسرعة قياسية بشكل كل ما حانسا حدا لأنه كان عمل إنتاج ضخم بهذا الوقت الصعب صورنا ومنتجنا وأنا بالطيارة نكينا على الهواء بالتليفزيونات والترند الحمد لله ترند يعني وجاني إنتاج دائت كتير كي بغني باللغة الإنجليش بس حلو أحد ينوع هيدا السؤالي لقالك هو غنيت بالعربي وبالإنجليزي وعربت الإنجليزي يعني قديش انتأدوك العالم في ناس انتأدت في ناس بلتطلع مصاري من وراء تيك توك وأنا بشجعهم حضرتك أكتف على تيك توك أنا في فارس حدادة بيهتم بهالمواضيع أنا ماشي من الدابي على الدبابي معي هالتليفون وتطلع بعرف نزل فيسبوك ورد على الناس الحلوين وصرت عامل كذا عرس وهيدي الغنية إذا بدك تكمل إلى الرأس الأولى وإنتي بتحبيها إلى الرأس الأولى حلوة كتير هلنا بالإنجليش على قد ما هي ديري حوي طب سمعنا شوي منها تسلمي لي ما حلاك طوب الأبيض شم حلاك راح كمي الحياة معاك قد عمري غنش فيك نزلوها تيك توقع بك حلوة كتير ما بتتقن اللغة الإنجليزية وبعترف ما في التعامل درسي أنا مجي للحرب بعترف وأنا بشوف حالي بلبنانيتي برجع بقلك ولكن الحياة علمتني مش عيب أنا إذا اليوم بس بعرف أقرأ وبعرف أكتب بس مش عيب إذا غنيت أنا وما اتقنت اللغة يحوهيدا مصاري إذا بديغني بالعربي كيف بيغني أو كل هالفنانين بقى على قد ما قدرت إلي سابر قلجلي للموضوع كله وربطوني بيجنازير كانت أضرب من هاك منيح المزاماتنا فيها بالعكسون طبعا من حي سراحتك أمير منرجع للكليب اللي أخرجوا صبيتين ومن بينتهم من تخيك قدير بس على تشجع مواهب جديدة شايلي ونور منواجهنوا شايلي يزلك نور سالم يعطيكم ألف عافي بتعبوا معي كان نهار أول الشعوبات كان نهار طويل مع الأصحاب والأصدقاء اللي وقفوا جنبي يعطيون ألف عافي حبات شجع الأسمان لأنه لازم نحن الفنانين ما نكرر بقى اللي اشتهر اشتهر واللي يجرب دوره جرب دوره الله يكون معهم ويرزقون بس في كتير شباب وجيل جديد عم يتخرجوا منه كمان يكونوا عاملين أخراج وعم بيروحوا يهاجروا على برات البلد أنا حبات أنه أعمل هالمبادرة وليش لا إذا ما مشجع وجوه جديدة بشكرهم من كل قلبي حلو جيل جديد هلو كمان الدعم هيرسالي لكل الفنانين مضبوط أمير مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه حضرتك بتنتج أعمالك أكتريت الأوقات من أول ما بلشت من أول ما بلشت ما حدا أنتجني من أول ما بلشت أديها شي صعب عليك يعني عم بيكون أكيد بهالوقت قبل صعب وهلأ أصعب أنه بدي أكون معك رأسمال أكيد اليوم هو الأصعب ما الكريب أنك تدعم بالتليفزيونيات وبالإزاعات وعندك سوشيال ميديا وبدي أقول شغلي أنا كمان للكل مش للبعض لما بنزلوا عمل يقعدوا يتنفسوا على الفيك بيشتروا فيوز مليونين تاني يوم هذا كتير دارج يا شباب والصبايا احترموا عقول الناس بقى يا حضرت الفنانين بعض الفنانين مش عقصوا الكل احترموا عقول الناس الشمس ساطعك أنا كنت بكندا وكانت واضح الأمور جيبوا شو بسموه أورغانيك جيبوا البيور اللي عندكن مش ضروري نحط أرقام إذا عمل فاشل وحطيتو له رقم هادي بفوتكم بالحياة وشركة اليوتيوب للمستقبل يمكن بتعملكم بلوك أو شي بقى اشتغلوا بهالمصاري اللي عم تكبوها كبوها على شيء إنتاج كبوها ما تشتروا فيوز فيك الرأسة الأولى حصل تاريه جورج 80 مليون 80 مليون لحد هلا وللأسف مش أنا مش أنا اللي عم استفيد من الأرباح آه عن جد كمين فيه ناطر أنا بالوقت المناسب والمكان المناسب والزمان المناسب لنبقى بنحكي عن هالموضوع لأنه في بعد مهلة أسبوع مهلة بكل محبة لهالشركة اللي بيحترمة راح فوض بدعوة قضائية لأنه من 2010 لهلا يعني أمير متل ما إلا أنت كنت عم تخبرنا أنو أنت تعرضت للتزوير ممكن تروح على القضاء آآ خليني للتوضيح راح ننطر آآ يعني ننطر آآ لحتالي توضح الأمور أكتر فيه وسيط بالبنان بيحترمه وبحبه وبعزه وتاريخ بالفن آآ أنا ما عم طالب إلا بحقي قصة التزوير شأن تاني موضوع تاني فيه موضوع تلكق عمره 12 سنة ونص أوكي لما مش حيكونوا متجاوبين معي راح أطر فوط على القضاء والإعلام راح أحكي الأمور متل ما هي ولا هنفوت بمعملية التزوير وإذا أنا علي حق خليني نفوت على الحبس كيف أجواء صيفية عنا بالبنان؟ بتجنين مبسوطين بالمغتربين يا حضرة المغتربين يعني حضرتك كمان معروف بأحياء أكتر من خمسين حفلة كنا بالصيف هالصيفية شو وضعها؟ مع أنه هالصيفية هي أكتر صيفية في نسبة صوح في كتير عالم هاي صيفية صيفية طريق الجلجلي وأليم الشعب هون والعم يجي كسائح أول شي الععم يجي السائح لهون جاي يعمل بلان معين عم يتفاجأ بناسه وأصحابه وحبيبه بحاجة عم بيمشي بالمعاناة معهن واللي بلا ضمير اللي ما يلاقي حدا جاره أو قريبينه عم بنامه وأطفاله وبلع عشاء ما بيتطلع فيه عم قولنا أمور مثل ما هي بلاس الكهرباء كله على الساحل ما عودة هونيك على الرفاهية الكهرباء عم تنطي على الموتورات الحمدلله على الساحة 11 وبيمشي البكي كله عم يطلع باتجاه الجبال بلاس بالنسبة للحفلات نحنا كان اتكالنا على صندوق البلديات والبلديات أغلبية مقافلسة والنوادي ما بقى فيك تتمرجع لها حدا بس أنا في عندي شعار بقول أنا بعيش تغني ما بغني تعيش شو حلو شو حلو وهدا نداع لكل البلديات مني ولكل العرسين كنا نحصد بالسنة بالصيف تسعين للمئة عرس بسم الله كل يوم عرس عرسين والمهرجانات لكل الضياع رام إلي خيب تعرفوا تواصلوا معي معه عفوا هو بتواصل معي ونحنا مش مبتغينة نحنا إلا نرضي الناس الناس لبعضها هالناس مخاصة اللي كانت تجي مقابل للشيء هالبلديات اللي تجي تحضر أمير يازبي أنا بقولها علنا بتنسقوا مع المكتب عندي وما حيكونوا إلا راضيين البلديات والنوادي والعرسين اللي بيحلموا أنا غني الرأس الأولى لهم أنا بقولها هلأ وهي دي سكوب في مفاجأة حتكون على صفحتي الخاصة حقدم عرسين لحد عرسون السنة بنسقوا بنسبة للتواريخ وبلاستيك الطيران مني على تركيا وشهر العسل أمير مين بنفسك اليوم بلون اللي بتأدموا الكل فيه الخير والبركة كل مين عنده استراتيجيته كل حد عنده ملعبه أنا الملعب طبعي معروف ملعب محصور بهالناس اللي عم تحضرني ببيوته بعامة الشعب الشعب اللي كله صار يشبه بعضه ببقى فيه لطبقه عالي وكله مصادر مصرياته أنا هي اللي بتقرر هالناس اللي ببيوته الرقم الصعب نحنا إيه الملعب ملعبنا بالمهرجانات نحنا إيه وبالأعراس نحنا إيه ما بقى يفشقوا علينا تحربت كتير قبل سكتت كتير كانوا آخدين الحصرية لبعض الفنانين بوجود الفضائيات والسوشال ميديا ما حدا بقى بقى فيه لقى ولبي ولسا كيفك أنت بتنجي كيف أنت قريب من الناس هاي دي النتيجة بتكونوا الناس بتقرر أي أغنية صدرت لغير فنان وتمنيت تكون لألك حبلة ملحن بركية تسلم عليها يا هوا الله سلم عليها يا هوا وحكي لما قلبي هوا كان الهوا يحكي معي بطال حاكين الهوا سلم عليها يا هوا شكرا شكرا أمير شو جديدك؟ فيه أعراس مهرجانات مع إلي خيه بعد مش حافظها بس ما بتتعدى العشر مهرجانات يلا إن شاء الله بيزيدوا يعني إن شاء الله بتفول الصيفية تور أوروبا كندا أمريكا بحرين هوا الموجودين بس باستيقصة بس ولكن بتشرين هنضلنا بالطيارة موسيقى